اشتركوا في القناة ومنها الى العمليات ومنها الى سندات القبض نضغط على اضافة واختيار العملية بشيك واختيار بتاريخ السند والمقصوب بتاريخ السند اي انه يتأثر عند القبض على كل من حساب البنك والحساب المدين وينشاء قيد محاسبي في تاريخ سند القبض بغض النظر عن تاريخ الاستحقاق ويكون القد المحاسبي من حساب البنك الى حساب العميل تم اختيار البنك عن طريق F9 وتحديد المبلغ ويدخال المستفيد وليكن مؤسسة السلام ويدخال البيان وليكن مبلغ عشر تلاف من العميل ويدخال رقم حساب الخاص بالعملة عن طريق F9 لتحديد العميل ويدخال المبلغ وتتم عملية الحفظ بعد عملية الحفظ يمكن انطباعة سند القبض الذي قمنا باعداده عن طريق ضغط على طباعة تمام زهل لتقرير بسند القبض بشيكة لذي قمنا باعداده مع امكانية استعراض كشف حساب للعميل بعد الترحيل من خلال ترحيل الحسابات واختيار السندات البنكية وتحديد سند قبض ويدخال رقم البنك تمام زهل لي سند القبض بتاريخ اليوم نضغط الترحيل ويتم الزهاب الى تقارير الحسابات لاستعراض كشف الحساب الخاص بالعميل ادخال رقم الحساب عن طريق F9 واختيار حساب العملاء ونضغط اتباعه تمام زهل لي كشف حساب لاجمال العمليات القبض والصرف الذي قمنا باعدادها وظهور اخر عملية بتاريخ اليوم قمنا باعدادها والمبلغ الخاص في سند القبض وبكده نكون انتهينا من موضوع الفيديو النهار